ورجعنا لكم مرة تانية ومعانا فارس السينما المصرية على الساقة ومبونة السينما المصرية حنان تورك وعايز أقول أحمد الساقة دايماً بيتعرض لمخاطر في شغله يعني أنا عفاكر إنه في مافيا كان بيعمل مشهد كنت بتنط في النيل في أسوان علشان تروح لشط تاني وكنت عتغرق كانت تحت فيها دوامات وحكاية كده إيه بقى المخاطر اللي وجهتها في آخر فيلم ليك؟ لا أهم مش مخاطر يعني بس كان في حاجات في شوية سينز كده فيها زي ما بيقولوا نسبة من الجرأة يعني بس الناس كانت قايمة بالواجب يعني فيه تأمين كامل لللي بيحصل يعني إزاي يعني إيه؟ حكي دي موقف حصل يعني كان إيه أخطر موقف أنت عملته في فيلم؟ أخطر حاجة متهيقل في عندنا شغل في أول في جزء من الفيلم فيه شغل بالعربيات يعني فكان ده متهيقلي ده كان شغل صعب متهيقل صعب كان فيها عربيات تقليب علي أساسا بلزبط حنان أنتو كسرتوا في الفيلم بتاعكو كاما عربية؟ في حدود حاجة واشفين عربية؟ لا لا مش حاجة واشفين الحياة يعني مش فاكر بس يعني في مشهد معينة يتحتم عليه أن يحصل حوادث عربيات فتعملت حوادث العربيات تم عموله بشكل إن شاء الله يطلع كويس يعني بجد عربيات تقصرت بجد آه عربيات تقصرت بجد ما دي صناعة السينما اسمها سماعة السينما صناعة يعني ليها مكونات يعني فيلم متكلف؟ إن شاء الله ربنا أسطر يا رب طب قول لي إيه موقف العربية الخطر اللي إنت هكتوا عايز تتكلم عنه إيه؟ لا هو مش موقف معين مش حاجة معينة حصلت بس إنت ما بتعمل شكري بالعربيات يعني اللي بيسوق العربية أو لو أنا اللي كنت سائل العربية إنت معروف إن إنت ماشي بسرعة معينة إليك علامات في الأرض بتمشي عليها عشان في عربيات تانية جاي من التجاه التانية أو جاي في هشك العربيات دي ماشي تابعا لسرعة معينة بزوايا معينة يعني فيه بلان وفيه خطة معمولة ناشي العربيات أه طبعا مش هزار تم دروس تبتع تذكر أسبوع هو الخطر إن حد بس يعني الغلطة بفورة الغلطة بصبت يعني ممكن غلطة تودي الغلطة أه طبعا كان هتحصل حاجة كده؟ حصلت كده المفروض فيش إيه بقى؟ شط بتريلا وأنا بجري بالعربيات مفروض الرجل بيقف عند حت معينة فحصل سهو كده موقفناش عند يعني ما اتبعناش التعليمات اللازمة فبس ده سط ربنا الحمد لله يعني وإنت اللي كنت بتسوق؟ آه كنت أنا بسوق طب أنت شافة حنان إنه المفروض إن المموصل يتأمن عليه بشكل مفروض يعني يخليه في أمان يعني 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 في بره أنا عرف إنه لازم يأمنه على المموصل القوي أو بيبقى فيه سطنت أو فيه دوبلير بيعمل أحمد بيعمل حاجة بنفسه أحمد ما بيحبش الدوبلير أنا عن يعني عن عشرتي بأحمد أنا عارفة إنه ما بيحبش يعني عند الضرورة القصوى قوي ومرات كتير قوي بيرفضها وبيعيط وعرفت له كم حاجة كده إنه مسك المخرج قاعد يعقول له لا أو حاجات كده عايز يعمل هو الشوت أس طالما ربنا ما اديك القدرة بأنك تأمل حاجة ما تأملهاش ليه طالما دي حتفيدك في شغلك طب وإذا جرى لك حاجة وإنت بتصور في الفيلم بعد الشر عليك يعني ده كلام اللي بيقوله له كل مرة بتكمل في الم ازاي؟ أنا ما يعني ربنا يلي๋ hazardous دائما يقولك ربنا يخست ربنا يعني لكل مجتهد نصيب أنا عندي يقينإن ربنا ما بيغزلش عبدي بكتهد هذا يعني نعم بس ربنا في مواقف حصرتك في الفيلم الأخراني إنتي واحمد موقف معين تفتكرية حاجة حصلت دى عمر إنت بتتكلم على تيتو دى عمر شهور كثير ع 책 الصورة بديه فيه عشرة أعوامن يا صامرة وأنا يعني أنا لو كنت حامل كان زماني ولدت من زمان عشر تشهر عشر تشهر عشر تشهر عشر تشهر عشر تشهر بس مش عشر تشهر نحنا يعني كان فيه شوية عطلة بس العطلة دي بسبب إجراءات لابد من احترامها نستنى شوية تصريع وحاجات تخلص عشان يتعامل الفيلم فكان لازم ننتظر في حاجات معينة معدات جاي من برة تصريح معينة الأماكن معينة كل الكلام ده بياخد وقت مش يزار طبعا طب انتوا الاتنين لما اشتغلتوا في نصف روباية الآخر وبتقابلتوا بعد كده فيه فترة زمنية طويلة ما تقابلتوش ليه فيه ايه كشغل يعني كشغل يعني يعني دي نصيب 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 مالهاش دعب ليه يعني صاحبتي جدا وانا صديق عمرها كنا بنتقبل وبنتكلم وبنهزل بس هو النصيب طيب احنا هنغير الموت شوية بالنصيب احنا هنغير الموت شوية وهنلعب لعبة لزيزة قوي لعبة ارجوك اسمها تيجي نبدل نبدل ايه؟ حنبدل شخصيتنا يعني حنان ترك هتبقى احمد السقى واحمد السقى حيبقى حنان ترك فانوا على ايه ولا حاجة دي لعبة لزيزة كده انا هاسأل حنان اللي هي هتبقى احمد اسئلة وحتجبوها يعني انت هتاسأله و هي ترد بالسان حالي ايه بزر وانا اسألك وانت ترد بالسن حالها كما كانت هي حنان مش مشكلة طيب، السؤال دلوقتي للفنانة حنان تورق دال هو أحمد. اللي هو أحمد طبعا. خشب تحبش وحبش صعب الخشب؟ تربي تقول عشر مراد بني. خشب تحبش وحبش صعب الخشب. أقول عشر مرات بني. بعدين. قبل السؤال. لما أسألك. أعصبي لما أسألك. ماذا أسألك؟ خشب تحبش وحبش صعب الخشب. حنان، أعيز أسألك سؤال. أبويا قابلي حصانين. حصانت مش كحب. ما تلخبطنيش بقى يا حنان حنان دلوقتي الدور اللي عبتيه في صهر الليالي دور فرح انت شايفة نفسك كان ممكن تلعبي دور تاني غير فرح لا اول حقيقة لا اول حقيقة يعني انا لما قريبتي الورق ما شفتش نفسي غير في دور فرح والحمد والاعتقد ان ربنا هو فاني فيه وفيلم كل ابطاله كانوا كويسي والكلام اللطيفي اللي بتقال في كل وسائل الاعلان متشكر اوي اوي يا حنان سؤال تاني سؤال تاني ايه اخبارك في الباليه مليون دول ما ولعبش تعرف الباليه بتطلب انه لاحظ يقف على رجله كده من فوق انا اسباعي رجلي كبير مدوحس فما بقدرش اقلعب بليون دول فاليون دول مبطلة بايش حنان انا عايز اسألك بقى احنان تورك شخصيا يعني بجد اه اه اعايزين ننور حنان بقى لشان نشوفها لشان نسألها على رأيها ايوه رأيك ايه في اللي قاله احمد يعني انت شايف ان الدور اللي بتيه فعلا هو ده المناسب كان لكي ما كانش ممكن تلعب دور تاني ام ام وفعلا صباعك مدوحس بسبب الباليه انا بنهزر بنهزر ما تسخنش انا مسألة هي انا لما سألتك دلوقت هي ربكت انا بقى لي اربع سنين مرأة علوم مسأل خيب مسألو مسألو لا 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 ايه ده ايه ده لا لازم انا لازم لازم طبعا احمد الساقة بيعمل صفارة انت على فكرة انت الموضوع ده ممكن تكشفه خالص ما حكاش مش عارف اعمله تاني معلش مانا مش عارفك تعمله تاني اسألنا بنضيع وقت واحنا عاديين دلوقتي احمد الساقة بيصفر صفارة موبايل انا عايز اقول لكو انو احنا على الطيارة مرة كنا مسافرين انا وهو وهاني رامزي ويكون عاديين في الطيارة فأحمد بيعمل صفارة اللي هي طيب ماشي ببيض اعملها ارجوك اعملها ارجوك اعملها كويس احمد الساقة قاعد في الطيارة وانا جنبه وهاني رامزي قاعد مع انا كنا ثلاثة قاعدين في كورسي واحد ازاight في كورسي واحد يعني في ثلاث كراسي جنبه بعض احمد الساقة يعمل الصفارة دي والموضيف قالت ايه في الموبايلات لان خلاص طيارة طارت يعمل بقى أحمد كان يعمل السفارة دي هاني رمز يقول ألو أيوة مساء الخير كانت المضيفة بتجنن جاب لها هلع وجنان ده سبب اللي بيعمله دلوقتي هو هنان مع بعضيهم وإحنا بنشتغل في الفقرة دي أيوة أكيد بنشتغل في الفقرة بنشط بشأن جميل طيب نرجع تاني بالسرعة دلوقتي لأحمد السق اللي هو حليل ما لكش دعوة عايز غباوة ورد بقى إيه يعني ها صد أحمد أنا عرفت أن أنت كل أسبوع بتلعب كرة مع أشرف عبد الباقي وإستاذ تريمان عيد والإستاذ طريق الشورى بتلعبوا كل أسبوع أيوة هل تضربني أو إيه الناس اللي بتلعب معهم على مستوى كويس من اللعب يعني يعني مرات بيبوا كويسين أوي مرات لا نحرابي للكلم أنا سؤيد من لكن الحقيقة حين يوجدون أحد إلى الهاتف حين нев nhi ما يوجدون أحد لم لا إذا طلبت منك أن تكون لي فريق كرة من الفنانين من يوقف جول؟ هينيدي هينيدي يوقف جول؟ لان نعرف الحديد كثير لو ننصع شوف جول ننصع شوف جول انت مالك انت انت مالك انت مالك خلاص احلال معلاش اصلي حلقص يا احمد لا زعال شعك علي طيب هينيدي هيوقف جول طيب مين هيبقى الهجوم؟ الهجوم ممكن سليمان عيد ازاي يعني هو سليمان عيد انت مالك سليمان عيد ومين الحكم؟ واقل عبدالله واقل عبدالله هو الحكم هو العبدالله المنتج المنتج عشان هو المنتج هتميد الحكم مش كده ايه رعك في الكلام ده ساقة؟ لا هو فعلا كلام منطقي بس ممكن اختلف في التشكيل مع احنا ازاي؟ بس فعلا انا بلعب معاهم احيانا لما بكون رجلي سعفاني كده بروح ألعب معاهم وبجد تعبنين كلهم يعني ما عادة يعني رامي امام بلعب كويس طارق الشورى واحمد احمد عبدالله لسينا رست اه برضو يعني ليه لمسة بس بيقولولي على فكرة حاجة يندي هافرايد كويس اول مناسبة بس بيقولولي حاجة عليك قالوا انك انت قناني جدا في اللهم قناني يا بيه ما انت بتلقب مع قتة لما حدش بيجي لجبك عن عندي المية يعني انت